انهيار امبراطورية العقارات في النمسا تحول طلب اعادة الهيكلة لسجنة هولدين الى افلاس طبعا هما كانوا الاول طلبين تصحيح اوضاع وعملية اعادة الهيكلة مرة اخرى لشركة سجنة ودي يمكن يعتبر زي ما قلنا في الاخبار وكتبنا واذعنا ان دي تعتبر اكبر عملية افلاس او حالة افلاس في تاريخ النمسا ككل يعني الاجمال كانوا بتكلموا عن 11 مليار يورو وفي المدونيات بدأت روح بين 8.7 مليار يورو هما كانوا بتكلموا في البداية عن تصحيح اوضاع وعادة الهيكلة حاليا دلوقتي بقى افلاس كامل يا ترى قراءت حضرتك لخبر زي ده وتأثيره على الحياة او على الحالة الاقتصادية في النمسا هيكون عاملة ازاي في الفترات القادمة تحياتي استاذ ممضوح تحياتي الاستاذ المشاهدية ومنجدد مرة اخرى كل عام بخير بمناسبة عيد الفتر صحيح اليوم اليوم الثالث وانتهى العيد بس يعني اكيد تضل الاجواء اللطيفة مسيطرة على المناخ العام يعني استاذ ممضوح بصراحة فعلا الواحد ما له عارف انه يبلش من جهة جواسيس من جهة افلاسات من جهة اختراق لمبنى المخابرات النمساوية من جهة اخرى فشل على الصعيد الداخلي بخصوص يعني التضخم وخصوص الغلاء اللي حاصل يعني 7.8 مليار وما خفية اعظم لسه انا لا استطيع ان اسميها ممضوحي الا اكبر عملية احتيال بتاريخ النمسا تحت القانون تحت القانون وبرعاية قانونية معظم الاشخاص المدانين او المتهمين او المعنيين بهذه العملية الاحتيال هم غير موجودين في النمسا فعليا اه يوجد علاقة ممتدة من اقصى الشرق لاقصى الغرب يعني يعني من دبي وصولا الى نيويورك وصول هذه الشركة والشركات المرتبطة فيها واليوم مثل مفهمت يعني كأنه اليوم في الف شركة مرتبطة بهذه بشركة سيئة يعني تحتهم تحت مظلة الشركة الامة في حوالي الف شركة نعم نعم فرعية يعني ده كمان يعني شوف خسائر اولا في اه شراكة اماراتية في شراكة سعودية نعم في شراكة امريكية امريكية على مستوى العالم كانت شركة الاحقراضية نعم روسيا كله 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 يعني الموضوع ده فعلا مش هيسمى مثلا انه هو على مستوى النمسا ده المفروض يبقى على مستوى العالم نعم فضيحة دولية يعني فضيحة دولية بصراحة هذا ليس له الا الا قراءة وحيدة ممضوح يعني النمسا يوم بعد يوم تترى سمعتها السياسية الاقتصادية الامنية الاخلاقية بكل على كل المستويات بصراحة من وقت وصول حزب الاوفوبي بالعشر سنوات الاخيرة او الخمس عشر سنة الاخيرة تقريبا اقل اكثر من ذلك بصراحة تدهور وراء تدهور وراء تدهور ولكن ولكن اين هو فعليا يا استاذ ممضوح القضاء النمساوي اين هو فعليا المشرع النمساوي البرلمان النمساوي من اعادة دراسة القوانين الاقتصادية والعقوبات التي التي يجب ان 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 يعني اه 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 تقدم او تطع او تحاكم بها هؤلاء المعنيين الى اي حد وزارة العدل معنية بالقوانين التي تشدد الرقابة اه هيئة الاحصاء النمساوية اه اه ديوان المراقبة النمساوي لا وزارة المالية كمان وزارة العدل مع الوزارة المعنية الاولى بالموضوع اصلا يعني لك تهرب ضريبة ده اكبر عملية احتيال انتخيل لك ان هما بينتظروا كان فيه تحويل لمبنى لاحد المباني حولوه لفندق يعني اه عمل عمله سكن شخصي عليه اتناشر مليون يورو ضريبة من الفين وستاشر والى الان لم تحصل يعني ده سؤال موجه لوزارة المالية لماذا هذا الصبر الطويل طبعا 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 يشوف كم سنة مليئة عدت من الفين وستاشر طبعا فضل يا أستاذ ولم يتم تحصيل الضريبة اللي هي المفروض الدريبة دي مستحقة امتى نعم نعم الفين وسبعتاشر نعم نعم فتخيل يعني دليل ان نظام الرقابة فاشل او انتقائي يعني بيركدوا وراء الاشخاص البسيطين والكذا واللاجئين والكذا وتاركين رؤوس الدولة واباطرة الدولة المالية واللي فعليا مسيطرين واكلين الاقتصاد كامل تاركينهم براحتهم وبروحهم وبيجوا والمستشارية النمسائية بتفتح لهم وقصور العالم تفتح لهم تحديدا عن غيرهم هو كان على مقربة من سباستان كوتستان كان بياخدوا معاه في كل يعني ده حد شاب سنه تقريبا 48 سنة وانه يعمل الصروة كبيرة دي في وقت زمني ما كملش 10 سنوات وهما في المقابل بقى الضرائب والتأمنات تروح لشركات صغيرة ممكن تكون متعثرة ويدوس عليه على حساب ولكن الكبار لا راض عليهم لماذا لماذا الرقابة ليش الرقابة ما لماشي نقطة بنقطة ودقة بدقة وفاتورة فاتورة وصفقة بصفقة ليش بتركوا الامور لنهاية العام حتى يتقدم خاصة هاي الشركات الكبيرة اللي عندها اللي في حال دخلت في مسألة إفلاس هي ليست إفلاس هاي هي كارثة كارثة على آلاف الأشخاص الذين عندهم أموال الموظفين المعنيين دافع الضرائب لو محتاج كم سنة عشان نوصل للرقم ده نوصل ازاي تفضل بتنظر له انت الوقت ده كله عشان يكون ديون 11 مليار على إعطاء هذه العقود على هذه حصر هذه الاستثمارات الضخمة فقط بهؤلاء الأشخاص بصراحة له بهذه الشركات يعني أسئلة كتير كبيرة بصراحة مع نتمنى أن يكون فيه إجابات عليها النمسا تستمر مع الأسف بسياسة الفوضى العارمة وعلى كل المستويات ابتداء بالسياسي انتهاء بالاجتماعي